بمنحاً تنازلي ودون توقف، انهار الاقتصاد العراقي بعدما كان من أقوى اقتصادات المنطقة، وارتفعت ديون البلاد إلى أرقام كبيرة، الأمر الذي يعزوه مختصون وأطراف في العملية السياسية نفسها إلى الفساد المالي والإداري المنتشر في البلد، وذهاب هذه الأموال إلى جيوب الأحزاب لتمويل أنشطتها بدل التنمية المستدامة. الدين الأجنبي وفقاً لصندوق النقد الدولي وصل إلى أكثر من 85 مليار دولار، ويضم استحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الطاقة والشراء الكهرباء والغاز من إيران، في حين يبلغ الدين الداخلي 40 مليار دولار، أغلبه للبنك المركزي والمصارف الحكومية. دائرة العمليات المالية وإدارة الدين في البنك المركزي تقول إن هناك نوعين من الديون الأول يذهب لعدز الموازنة المالية كل عام، والثاني يذهب إلى المشاريع الاستثمارية، وهي ذاتها تحمل شبهات فساد ضخمة تنكشف للعلن كلما اشتد الصراع بين شركاء العملية السياسية. يحتل العراق المراكز الأخيرة في مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية، وترك المراكز المتأخرة لا تملك الحكومة لنفيها أي تحجة، لا سيما إن النواب في البرلمان يقرون بذلك، فتتحدث النائبة عن اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي أن مبلغ مديونية العراق كبير جداً، وذهب جزء منه إلى جيوب الفاسدين وبعض الأحزاب السياسية عبر المشاريع الوهمية. كما أشارت الدليمي إلى أن نسبة قلوض البلاد بعد عام 2003 تبلغ بين 20 و25% من إجمالي ميزانية، بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة للحكومات السابقة التي تعد خططاً اقتصادية توضع بعشوائية لا تعتمد على رجال الاقتصاد، وإنما على الأحزاب ورجال الأعمال الموالين لها. اقتصاديون شخصوا أحد مواطن الخلل بغياب الرقابة على الديون، الأمر الذي جعل العديد من المنظمات الدولية ترفض إقراض العراق بالشكل المباشر، وإنما عبر دعم مشاريع خدمية تشرف عليها خوفاً من الفساد المالي والإداري. جمعية الاقتصاديين العراقيين أكدت أن الأموال التي دخلت البلاد من النفط تقدر بتريليون دولار منذ عام 2003 وحتى الآن، وهي كفيلة ببناء العراق بالكامل، وعدم الاقتراض من أي جهة خارجية أو داخلية، بيد أن الفساد المالي والإداري جعل الأجيال العراقية مدينة بمبالغ مالية كبيرة.